دكتور أنا عايز أعرف إيه أهم الأمراض اللي كان قدماء المصريين برعوا في علاجها البلهارزيزيس اللي هي البلهاريسية اللي هي سميت البلهاريسية نسبة لتيدور البلهارس الراجل الألماني الحرامي اللي سرق البلدية يعني حضرك تقصد إن البللهاريسية اتعالجت من أيام قدماء المصريين طبعاً وبعدين ما بقاش لها علاج لحد سنوات قليلة ماضية أه 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 أقول لي إزاي بقع يعني أنا كان في مؤتمر في منشستر وكانت رئيس قسم المصريات اسمها روزالي فطلبوا مني نتكلم على العقاقيرة التي اشتخدمتها مصر القديمة في أمراض الكلة والمسالك البولية وأمراض الزكورة فقسمت الأدوية إلى أدوية جاية من أصل النباتي وإحنا لازلنا بتنستخدم حاجات كتيرة منها الآن لأتي يعني في رشدات بتاعتي حاليا فيها الحاجات فيها الحالفة بر بكتبه بالإسم التجاري بتاعه بروكسيمو وفيها الخلالجين اللي هو بزر الخلال ورائع ونتايق وقائق وفيها المورفين يعني الحاجات دي كلها كانت استخدمتها مصر القديمة يعني أنا حرجع تاني لموضوع الطب الحديث والقديم لا أنا جاي لك بس الحتة بتاعت البلهرسي البلهرسي بقى فأنا بتكلم على الطب اللي من أصلي كيماوي يعني الأدوية المصري كيماوي فمنه الأنتيموني الأنتيموني اللي إحنا استخدمناه في علاجة بالهرسية مصر استخدمته وعملته لبوسات شرعية لعلاجة بالهرسي فأقول لهم أني كلمة بالهرسي اللي إنتم نسمينها مفروض تتسمى ليه؟ لأن مصر عرفت المرض وسمته عاع أنتوا بتكتبوه لأنك بتعرفش سنطق العين وعرفت الدودة وسمتها حرارت وعرفت الدواء اللي هو الأنتيموني بس إحنا استخدمناه على هيئة لبوسات شرعية وإنتوا استخدموتوه على هيئة دواء لقيت رزالي دي اللي رئيس تخصي من النصريات قامت وقفت هؤلاء الناس كانوا عبقرة ياريتنا استخدمنا طريقتهم وهي اللبوسات الشرعية بدلا من الحؤن ما كانش فيروسي فتك بيكم بالشكل ده لأنه فيروسي اللي فتك بمصر دي كلها بسبب الحؤن اللي موجود هنا مصر كانت بيجيب الأنتيموني وجرع الموزونة تعمل عجينة من التين البرسومي وجزء من الدقيق وتعمل لبوسات وتسيبها تنشف وتصنفرها تحط عليها حاجة كريمات تزقها حررت الجسم السياحة تطلع الأنتيمون الأنتيمون يمتص من القوالون يروح للدورة الدموية يموت الدودة إذا كانت في الكابت إذا كانت في القوالون إذا كانت في المسل الحؤن كان هي حؤن حؤنة واحدة بيدوها الميت واحد أياميها ما كانتش بقى السرينجات اللي دي سبوزوبل دي اللي البلاستيك دي كانت كلها زجاج وكانت تحطي في الماية وفيروسي عاوز له درقة هارمية وثلاثين حتى لو الماية غلت ممنوش فايد